سؤال الأخير يقول ما حكم من يقول أم من سبّ الله أو الرسول ننظر فيه هل كان كفره عن قصد وعن قلب أم كان كفره عن لفظ وليس من قلب إذا كان عاقلا يدري ما يقول فلا عذر له يحكم عليه بالردة ويحكم عليه بالكفر ويجب عليه التوبة إلى الله والمبادرة أما إن كان زائل العقل ليس عنده عقل يوم يتكلم وقت الكلام فهذا لا يؤاخذ لأنه لا قصد له في ذلك نعم